اشتركوا في القناة وقالت النيابة العامة في بيان لها انها بادرت بالتحقيق بواقعة وفاة ناييرا صلاح الزغبي الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش فور ابلاغها بالواقعة قضائيا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن في الجامعة واستمعت النيابة الى الضابط مجري التحريات وناظرات الجسمان وارفقت تقارير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات الى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جسمان المجني عليها الا انه اذا ما تم تداوله اعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والاسماعيلية باعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم اعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا انه اذا ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فانهم يتشككون بوجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم اصدرت النيابة العامة قرارا باستخراج جسمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة واوضحت النيابة العامة انه تم استخراج جسمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من اشرت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة ان له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه سمة اتهام او لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وكذلك فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتوهها وكذلك تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية في العريش وجاري استكمال التحقيقات برود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة وكانت اسرة نيرا صلاح قد طالبت بتشريح جسمان ابنتهم لشكهم بوجود شبهة جنائية في الوفاة محامي نيرا صلاح يكشف مفاجاة مدوية وكشف محمد احمد سلامة محامي اسرة نيرا صلاح الزغبي طالبت جامعة العريش التي توفيت جراء تناولها مدى سامة اخر التطورات في القضية وقال المحامي في تصريحات مساء اليوم ان الفتاة كانت صائمة وتناولت وجبة الافطار وشعرت بمغش شديد في بطنها بعدها تحدست الى والدتها عبر الهاتف تشتكي اليها من الالام الشديد الذي اصابها فطلبت منها ان تبلغ اصدقائها والمشرفة على دور اقامتها بالمدينة الجامعية لكنها توفيت قبل وصولها المستشفى واضف المحامي ان صديقة نيرا في غرفتها صورتها خلال استحمامها وارسلت الصور بمساعدة صديق مقرب لها في الجامعة الى جروبات خاصة بالدفعة في الاشارة لها وهددت فيما بينهما على الخاص بفتحها وحاولت ابتزازها وايد محامي الطالبة ما زعمه زملائها في الجامعة بوجود زميلة لها هددتها وابتزتها بصور عارية تماما التقطتها خلصة خلال تواجدهما سويا في السكن الجامعي وتداولوا كذلك سكرين شوت من احدى جروبات الجامعة لتهديد الطالبة بنشر الصور وقال المحامي ان الفتاة فور وفاتها استخرج اهلها تصريح دفن على انها ماتت بسبب تسمم في الاكل ولكن بعد انتشار اخبار واحاديث بين زملائها بانها قتلت نفسها بسبب ابتزازها قرروا ان يطالبوا باعادة فتح التحقيق في القضية واضف ان النيابة المختصة وافقت على طلبه باعادة استخراج الجسة لاعادة تحليلها من جديد لبيان سبب الوفاة بعد ان دفنت وسبت من التقرير المبدئي للطب الشرعي انها توفيت جراء تناول مادة سامة قاتلة وذلك بفعل فاعل واكد ان جهات التحقيق في انتظار خروج التقرير النهاء من الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاتها الحقيقي اذا كانت سممها احد ام ماتت بتناولها بنفسها مادة سامة كحبة الغلة كاشفا على ان الشاب معاون الفتاة متحفظا عليه الان والثانية متواجدة في المستشفى واعلنت النيابة العامة في بيان اليوم اعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة نييرا صلاح الزغبي بنيابتي استئناف المنصورة والاسمع الليئة بعدما تم تداولها اعلاميا حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي اكد احمد سلامة محامي اسرة الطالبة نيرا صلاح طالبة العريش ان النيابة العامة امرت بتشريح الجسمان لبيان سبب الوفاة واضف ان الطبيب الشرعي توجه لمقبرة قرية ميت طريف التابعة لمركز دي كيرنس بد قهلية مسقط رأس المتوفى صباح اليوم لاخذ العينات اللازمة وذلك وسط حراسة امنية مشددة واكد محامي طالبة العريش ان التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل المحام العام وذلك لمعرفة ملابسات وفاة الفتاة وقال رمضان الزغبي شقيق نيرا صلاح الزغبي المعروفة اعلاميا بطالبة العريش ان جيهات التحقيق استخرجت جسمان شقيقته من مدفنها بمقابر العائلة بالمنصورة لاخذ عينات من الجسمان للوقوف على حقيقة تسممها او انتحارها او قتلها واضف شقيق نيرا صلاح في تصريحات ان عملية استخراج الجسمان بدت وانتهت وسط حراسة امنية مشددة وبكل حرافية من رجال التحقيق دون الاضرار بالجسمان وقد اعيد دفنه مرة اخرى عقب الانتهام من اعمال سحب العينات والقت الاجهزة الامنية القبضة على تمانية من المتهمين في واقعة طالبة العريش بجانب اقاف والد الطالبة شروق الضابط بردبة رائد شرطة وتستكمل جهات التحقيق التحقيق في الواقعة ونفى بكري ان والد الطالبة المتهمة بالابتزاز لواء شرطة لافتا الى ان جهات التحقيق تجري تحقيقاتها بعد العديد من الانبهاء التي تم تداولها في الساعات الاخيرة منذ وفات الطالبة وفجر محامي اسرة طالبة العريش مفاجأة بعدما اكد ان قطة احتست من الكوب الذي تناولت منه الفتاة العصير وتوفيت القطة في الحالة مؤكدا ان الاسرة لا ترفض تشريح جسمان الفتاة ان استدعت تحقيق ذلك لرغبتهم في القصاص لابنتهم واشار الى ان الفتاة اتصلت بوالدتها واخبرتها انها تشعر بتعب في معدتها ووصفت لها الام نوع دواء لتخفيف الالام وبعدها فوجه بتدهور حالتها ووفاتها على الفور القصة بدت باستقبال مستشفى العريش العام فتاة تدعى نيرا صلاح محمود عبد الرازق الزغبي تبلغ من العمر 19 عام وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى العريش العام حول حالة نيرا صلاح انه تم حضور الطالبة الى المستشفى وتم نقلها الى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم ونبض ضعيف ناتج عن ادعاء تناول مادة سما غير معلومة المصدر والكمية وتم اجراء الاسعافات الاولية للطالبة ودخول العناية المركزة واعطائها الادوية المناسبة لكنها توفيت نتيجة سوء حالتها وعانت خلال الفترة الاخيرة من حياتها من مشكلات نفسية بعد ان ابتزها طالب وطالبة بصور تم التقاطها لها خلصة في الحمام وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج عبر اكس تويتر سابقا بعنوان حق طالبة العريش مدعوما باسكرين شوت من محادثات الطالبة نير صلاح الزغبي طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش وبين زملائها على جروب الدفعة اسكرينات شوت تتضمن ما تعرضت له طالبة العريش من تهديد وابتزاز على يد زميلتها شروق وصديقها طاها بنشر صور خاصة لها وفتحها في الجامعة إذ لم تقدم اعتزار وتتوسل لهم أمام الجميع وخضعت طالبة العريش إلى طلب زملائهم خائفة من الفضيحة واعتزرت لهم أمام الطلاب لكن ذلك لم يشفع لها وانتهى الأمر بوفاتها في ظروف غامضة بعد تناولها مادة سامة وجاء من ضمن رسائل التهديدة التي تعرضت لها طالبة العريش الشيخة اللي كانت بتصلي بأن في السكن وعمل نفسها إمام مسجد تحب نفضحها يوم السابت ولا النهاردة الساعة 12 بالليل تصويت سيطرة اسم نيرا صلاح أو نيرا الزغبي أو طالبة جامعة العريش محركات البحث وبرامج التوكشو خلال الساعات الأخيرة حيث طالبت أسرتها بإعلان التفاصيل الكاملة عن أسباب وافاة الطالبة بكلية الطب البيتري صاحبة التسعتاشر سنة مثل أن هناك أسباب كابتزازها بصور عن طريق خمسة من زملائها تم التقاط هذه الصور أثناء تواجدها بالحمام فقررت التخلص من حياتها وذلك عقب بداية نيابة استئناف المنصورة إجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من والد الضحية والذي طالب فيه باستخراج جثة ابنته وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وذلك عقب عثورهم على صور ومحادثات على هاتف نيرا يؤكد إجبارها على الاعتزار عقب ابتزازها بصور تم تصويرها خلال أثناء تواجدها في مبنى المدينة الجامعية وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حق طالبة العريش للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة الطالبة خاصة بعد تأكيد بعض زملائها إنها تخلصت من حياتها بتناولها حبة الغلة السامة وهو ما تم فيه أسرة ميرا صحة انتحارها مؤكدين إنها حافظة للكرآن الكريم وإنها كانت صائمة يوم وفاتها مما يسير الشكوك حول حقيقة ما حدث مواقع التواصل الاجتماعي كانت البطل في قصة نيرا صلاح أو نيرا الزغبي طالبة جامعة العريش وكانت سببا رئيسيا في الكشف عن صور لمحادثات بأن الضحية وزملاء في كلية الطب البيطري في جامعة العريش ورسائل إجبار على اعتزار الضحية على الجروب العام للدفعة وطلبها السماح من أخرى تدعى شروج ما تم تداوله أن نيرا تعرضت للابتزاز والتهديد بصور تم التقاطها خلصة من قبل زميلتها شروج وأرسلت الصور لزميلها ويدعى طاها الذي قام بتصويت على موعد نشر الصور المصر اليوم حصلت على تفاصيل جديدة في واقعة وفاة نيرا التي لم تحسمها الجهات الأمنية والتقارير الطبية عن الوفاة هل هي انتحار أو دس مادة سامة اتهمات من زملاء نيرا وأكدت طلاب في منشورات متداولة وجود خلاف بين الطالبة وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية بينهم في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية وقالت بعض الطالبات أن زميلتها شروج صورتها خلصة أثناء وجودها في الحمام لإزلالها والتنمر عليها نتيجة المشدة التي وقعت بينهما وأضافت صديقات الطالبة نيرا أن زميلتها أرسلت لها تهديدات كثيرة بأنها سوف تكون بفتحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي مطالبة إياها بالاعتزار لها حيث رضخت الطالبة للأمر واعتزرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف المكالمة الأخيرة للطالبة نيرا وآخر مكالمة أجرتها الطالبة مع والدتها والتي أخبرتها بأنها صائمة وطلبت منها تحويل مبلغ 100 جنية لشحن الهاتف المحمول بعد أن قالت بطن بتتقطع يا أمي ممكن علشان صايمة وقال صلاح محمود عبد الرازق والد طالبة العريش ابنتي طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بجامعة العريش وأضافت تلقت زوجتي اتصالا من الإبنة الراحلة يوم الوفاة تبلغها بأنها تعاني القي فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القي ولكن بعد ساعة تلقينا اتصالا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغنا فيه بنقل ابنتنا إلى المستشفى وطلبت مننا الحضور إلى المستشفى واستكمل الأب سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها وطلبت بإنهاء الإجراءات سريعا للإسراع بالعودة بالجسمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دي كيرنس دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة أو خلافات بينها وبين زميلتها حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية فيما أصرت إدارة المستشفى على أداء صلاة الجنازة على الجسمان لسرعة الدفنة التقرير الطبي وأكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام إنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى ونقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطرابات في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم ونبض ضعيف ناتج عن إدعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخولها العناية المركزة وإعطائها الأدوية المناسبة لكنها توفيت نتيجة سوء حالتها الصحية حق طالبة العريش ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج حق طالبة العريش وحمل لمحاسبة المتسببي في وفاة طالبة العريش وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة تفاصيل غريبة بعد الدفن قال والد نيرا عقب الدفن باكيا عدد كبير من زملاء نيرا حضروا الجنازة ثم بدأوا في رواية ما حدث مضيفا أوضح الزملاء لنا أن نيرا دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفتحها بعد أن التقطت لها صورا في الحمام وطلبت منها الاعتزار على مجموعة عبر تطبيق الواتساب الخاص بالكلية حتى لا تفضحها فخافت ابنتي ووافقت واعتزرت عبر المجموعة وأضاف الأب ابنتي تتقرب إلى الله وكانت متفوقة دراسيا وما حدث معها غريب ويوم الواقعة كانت صائمة مشيرا إلى أنها طلبت من والدتها ميت جينية وكرت شحن وبالفعل قمنا بإرسالها إليها لكنها أصيبت بالتسمم بعد إفطار المغرب وطالب الأب بفتح تحقيق قضائي في الواقعة لكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة ومحاسبة المتسببين